مع ارتفاع درجات الحرارة، لا أحد يستغني عن المكيفات الهوائية، غير أن الكثير منهم يجهل الاستعمال الصحيح لها، الأمر الذي يتسبب في تعطيلها. أهم الأقتال الذي يدرها الناس في البردات هو أن يعد تريسيتي نقصة ويشعلوه. هذا أهم خطأ، كي تكون الكهرباء نقصة ويشعلوه كلماتيزة. لماذا؟ كي تكون نقصة ويحرقوا الكمبريسور. هذا يتحرك. وثاني حاجة، كي يحب يخدمه، لازم يستعاند خبير، يلقى في أمور خاسرة واستعاند خبير. وثالثاً، اللي لازم يضطر له هو النظافة، النظافة قبل ما يبدأ يشعلوه في السوافة في الشتاء وفي الصيف، لازم ينظف لينيتين تاعو، البرة والداخل، لينيتين تريار ولينيتين تريار، يتعمرش الجاز يتعمر بعد خمسة سنين، عشرة سنين، تنظيف المكيفات الهوائية ومراقبة الغاز الخاص بها دورياً، مع الاستعانة بأهل الاختصاص لإصلاحها، إجراءات تزيد من عمر المكيفات الهوائية وتجنب تعطيلها. كي الناس اللي ركبوا، الكليماتيزر، ميركبوشوا في بلاسة مهوية، ويلسقوا في الحيط الفوق، الكمبريسر واش لازموا؟ لازموا الارياراتيون، صح؟ لازموا تهوية، والتهوية كما تعوش عنده، ويخسر يتحرك. الكهرباء رأي ناقصة، لأن عليها ضغط يسر، سكان مزافة هنا، الضغط هذا كوش يولد؟ يولد قلت الكمية للكهرباء، باش الكمبريسر يقلع. درجات الحرارة المرتفعة في الخارج تؤثر مباشرة على المكيفات الهوائية، ما يتسبب في تراجع تبريدها. الأمر الذي يتطلب تجنب تشغيلها في أوقات الدرواء التي يكتر فيها الضغط على الكهرباء.